طبعا قبل ما ندخل في محاور الحلقة ورحب بضيفات اللي هي بتشرفني في هذه الحلقة بنبه حضراتكم على الإجراءات الاحترازية بالأمس كانت حالات الإصابة 846 حالة والوفيات 31 حالة وفاة الأعداد ما زالت فيه زيادة مستمرة ناخد بالنا لأن الوضع الحقيقي وضع أنا بقول وبأكد أن الوضع مش مريح الوضع خطير إذا ما كناش هنلتزم بالإجراءات الاحترازية طبعا كلنا عارفينها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة في المواصلات العامة ده مهمة أو التباعد بقدر الإمكان وطبعا غسل الأيدي بالماء والصابون كلها مأم كان ذلك وكلها جمع إجراءات سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشكلة لكن لازم نتباحها لأنها ما زالت الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا لكن يبدو أن الناس أنا شايف في الحقيقة الناس عايش حياتها بصورة طبيعية جدا في الشوارع في المواصلات في المقاهي في القافيهات التزحم موجود ما فيش تباعد لكن الوضع الحقيقي خطير ناخد بالنسبة